تريد شراء نبتة داخلية بالصحة الفتلك أي لا تعرف ماذا تختار سأسهل عليك الأمر وأقترح عليك خمس نباتات داخلية الأجمل والمفضلة بالنسبة لي أولاً نبات زنبق السلام أو سباتيفيلوم يعتبر من أحسن النباتات المنقية للهواء لكن سام عند أكله هو نبات استوائي يضيف جو رائع وهادئ للمكان المتواجد فيه يفضل إضاءة خفيفة إلى متوسطة يجب ريه عند جفاف سطح تربته وحساس للعطش ومحب للرضوبة يسمد مرة في الأسبوع بسماد متعادل أمبيكا خلال الربيع والصيف يحب تربة خفيفة وجيدة التصريف للماء ويتكاثر بواسطة الخلفات ثانياً نبات جلد النمر سونسيفيريا له عدة أنواع يزرع لجمال أوراقه ولمقاومته وشائع بكثرة وضعنا فيديوهات حوله في القناة من عناية وتكاثر سأضعها لكم في الوصف ثالثاً نبات السرخص أو الخنشار لفوجر يوجد الداخلي والخارجي أوراقه مركبة ذات لون أخضر فاتح ومتدلية في جميع الجوانب موطنه الأصلي هو المناطق الاستوائية أيضاً يعتبر من النباتات المنقية للهواء الداخلي كذلك وضعنا فيديو حوله للعناية به تجدونه في الوصف رابعاً نبات الأنثوريوم أو الأنتونيوم نبات أنيق ورائع ومظهر طوال السنة وله أزهار مميزة يعطي رونقاً وديكور ولمسة جمالية خاصة داخل المنزل أصل النبتة من المناطق الحارة والرطبة من أشهر النباتات كذلك دائم الخضر ولديه العديد من الأنواع ممكن أن يتسلق أو يوضع في الإصاص المعلقة لكي تتدل فروعه بأوراقها الجميلة كيفية تكاثر هذا النبات بطريقة إنتاجية وكيفية العناية به تجدونه في قناة نبات مدينتنا